مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب بوابتك الالكترونية لمعدات الصيد والرياضات البحرية في الحلقة دي وفي هذه المرحلة من حلقاتنا في مهارات الصيد هنتعرف أكثر على أساسيات اختيار المدور خلال عملية الصيد وخلينا في البداية نسأل سؤال غاية في الأهمية لماذا ترى أستخدم مدور أصلا وهو عبارة عن ايه في الأساس المدور هو قطعة بتركب بين جزئين انت متوقع من الخيط طبعا من الفيشنج تاكل بتاعتك متوقع ان يحصل فيه عملية توست بين الطرف ده والطرف ده فلو انا مركب الطعم بتاعي او الطريقة اللي انا بسطط بيها بشكل مباشر الخيط ماشي على طول لحد ما اوصل الى الهوك او الميدار اللي هسطط بيه بدون وجود المدور ده هيؤثر علي ازاي؟ اولا لو فيه تيارات بحرية في المكان هيحصل ان الميدار بتاعي او الخطاف ممكن يلف بالشكل ده من اول وانا برمي الطعم من اول الرمية بتاعتي بتاعت الطعم لحد ما يكون موجود في المياه ويفضل يلف حوالي نفسه لحد ما السمكة تاخد الطعم وممكن تلفلي الخيط بالكامل عملية توست بتاعت الخيط دي بتبقى مؤذية للغاية طبعا انا بتكلم على الطعوم العادية فما بالك لو بتستخدم طعم صناعي لور او جيج او سوفت بيت مثلا بيكون اهمية الميدور اكتر بكتير في هذه الحالات فانا في الاساس بحاول اقلل او امنع ان استطعت من عملية لف الخيط حوالي نفسه والتفاف الطعم التاعي سواء في عملية الرمي او وهو موجود في المياه بسبب الطائرات البحرية او لما السمكة تاخده وتبدأ تتحرك بيه وانا بعمل الفايت وانا بطلع على السمكة براه ففي كل الحالات دي عملية التفاف الخيط على نفسه دايما هتكون مؤذية سواء اذا كان الخيط اللي انا بستخدمه خيط عادي منوفيلمنت او بريد او الحرير طيب لما نجي نتكلم على الانواع الخاصة بالميدور او السويبل هتلاقي ان في نوعين رئيسيين يعني بيزيج جدا هم اللي هنتكلم عليهم النوع الاول وهو ثلاث اقسام جزء هنا بيلف بحرية اهو وجزء في النص بيسمح للجزء ده انه يلف بحرية وجزء اخر مشابه بالضبط الاولاني بيلف كمان ممكن يلف في اي اتجاه والنوع هذا من الميدور بسيط جدا جدا عبارة عن قطعة في الوسط وداخلها الاتنين لوب او الحلقتين دول اللي بيلفوا بدون اي نشاكل طبعا اللف هنا ان الميدور يسمح بالحركة في اي اتجاه للطرفين بتوعه بيبقى معتمد بدرجة ما على قوة الشد اللي موجودة كل ما تشد كل ما هتلاقي ان سرعة اللف بتختلف وكتير جدا عملوا تجارب على هذه القطع الميدور او السويفل يا ترى لما اكون هنا رابط خيط وهنا رابط خيط تاني وابدأ الف ده عند اي مرحلة الخيط اللي هنا هيبدأ يلف معايا او يسمح لي بان هو يضيع الحركة اللي فيها تويست دي بشكل الاشكال وهنا بدأ هنبدأ نفرق بين الانواع فالنوع الاول البسيط جدا ده اللي هو مفيش اي شيء في الداخل مفيش بيرنج مفيش بيلي جوه بيعمل اي حركة ميكانيكية هي فقط قطعة في النص مفرغة بتسمح للحلقتين دول ان هم يلفوا بحرية في اتجاهات مختلفة وهنلاقي ان من النوع الاول ده في اكتر من شكل في الشكل ده موجود وفي الشكل ده موجود لكن في البداية والنهاية هم اللي اتنين بيحققوا نفس الغرض ممكن يكون فيه فروق بسيطة في القوة ودي هتلاقيها مكتوبة على الباكت اللي انت بتشتري منه الميدور بتاعك لكن في البداية والنهاية هي نفس المبدأ قطعة في النص تسمح للطرفين ان هم يلفوا بحرية عكس بعض او في نفس الاتجاه بدون ما يعمل لي تويست في الخط ذات نفسه اللي انا بستخدمه وده كده النوع الاول باختلاف اشكاله وباختلاف احجامه كمان النوع الثاني هو اللي عايزين نركز عليه النهاردة هو اللي بيسموه البارل سويفل او على شكل البرميل زي ما هو واضح انا كده لو تشوفوا الشكل ده معناها ان السويفل بتاعي او الميدور بتاعي في من جوه بيرين في من جوه بيلي البيلي ده زي اللي موجود في مكينة الصيد وزي اللي بيستخدموه في الاجزاء الميكانيكية لاشياء مختلفة كتير جدا ده بيحافظ اولا بيكون ناعم يعني فرق كبير جدا في النعومة بتاعة البول بيرينج سويفل او البارل سويفل زي ما بيسموه او الميدور اللي هو من النوع ده في عملية اللف بتاعته في نعومة كبيرة جدا بينه وبين الانواع الاولى اللي احنا اللي اتكلمنا عنها اللي هي نوع بسيط جدا ما فيهوش اي نوع من انواع التعقيد ولا بيرينج ولا اشياء ميكانيكية ولا اي شيء انت استخدم ده وانت استخدم ده لو انا في عملية صيد بسطاد بالطعم مش محتاج ان يكون الجودة بتاعة الميدور اللي انا بستخدمه تكون جودة عالية بسطاد اسماك احجامها واوزانها مش كبيرة للدرجة كل اللي انا عايزه فقط هو ان انا امنع التويست الشديد يعني ما عنديش مشكلة لو الخيط لف تلات اربع لفات لكن عندي مشكلة ولف عشرين لفة ممكن استخدم النوع الاول بدون اي مشاكل وطبعا هيكون فيه فرق في السعر والقيمة انت لما بتدفع زيادة قصاد شيء انت بتاخد قيمة اعلى وجودة افضل طبعا هذا النوع من الميدور او السويفل بيكون جودته اعلى وتصنيعه بيتطلب تقنيات اكتر وعشان كده هيكون اغلى وبالمقابل انت هتاخد جودة افضل بكتير طبعا نفس التركيبة من الميدور او السويفل ممكن تيجي باحجام مختلفة زي ما انت شايفين الاثنين بالضبط نفس النوع نفس كل شيء وفرق في الحجم وبالتالي بيكون في فرق في التحمل فهتلاقي من الاحجام الاكبر بتتحمل لها مية وخمسين متين البي مثلا والاحجام الاصغرة هتبقى على حسب تقييم الشركة المصنعة سواء اذا كانت 20 30 40 البي وهكذا واستخدام النوع ده انا بفضله بالذات في عملية التشخيط او الترولين ان انا لو هتحرك بالطراد وهبقى شغال ببورد او شغال بلورد بفضل بكتير جدا ان انا يكون معايا النوع ده من السويفلز او الميدور بحيث ان ده بيضمن لي عملية التفاف سالسة واللي هي اساسا بيقوم عليها موضوع الصيد بالجفشة او بالمعلقة فانا لو بستاط بالجفشة فكرة الحركة الاساسية بتاعت الجفشة اللي بتجذب الاسماك هي عملية الالتفاف انها بتلف سواء انا عايز هي نفسها تلف حوالي نفسها بسرعة وبالتالي هركب الميدور ده مباشر على الجفشة او هركبه بعد اربعة خمسة متر من الخيط او اكتر بحيث ان الخيط كله يكون بيلف من بعد البورد وده بيديني فايدتين الفايدة الاولى ان مش بس الجفشة بتلف حوالي نفسها ولكن الخيط اللي هي مربوطة بيه كله بتلف في دايرة اوسع الدايرة الاوسع دي بتعمل جذب الاسماك منها على مسافات اكبر ففي كل الاحوال وانا بستخدم البورد هتلاقي لو جربت البارل سويفل او اللي فيه البيرنج او اللي فيه البلي الداخلي ده مع استخدام الجفشات او المعالق في عملية الصيد وخلال التشخيط والترولينج هتلاقي ان مستوى الكفاءة في عملية الصيد اصبح افضل بالتير جدا ليه فقط بسبب قطعة واحدة غيرتها في المنظومة كلها قطعة واحدة ركبت سويفل او مدور من جودة كويسة بتصنيع افضل البول بيرنج سويفل هتلاقي انه بياثر معاك في حركة الجفشة اللي هي الاساس بتاع جذب السمكة ونجاح عملية التشخيط او الترولينج اوعى تستقل بقيمة المدور اللي انت بتستخدمه اوعى تستقل ابدا بان قطعة واحدة بسيطة في المنظومة بالكامل ممكن تفرق في عدد السمك اللي هتصطاده جودة عملية الصيد وكمان كلما كانت الشركة المصنعة افضل وكلما كانت القيمة اللي انت بتدفعها اكتر كلما اصبحت اكثر ثقة في المعلومات اللي موجودة على الباكت من برا فلما يقولك مثلا اللي ده بيستحمل لحد كام كذا البيت بانت واثق ان انا مهما حصل مهما حجم السمكة كان مهما قوة الشد اللي كانت على المدور انا متطمن للمعدات بتاعتي وعشان كده انا بفضل بكتير استخدم هذا النوع من المدور لو بالذات في عملية التشخيط والطرات بيتحرك لكن لو انا بسطاد من على الشاطئ او ما عنديش هدف معين في صراع سمكة كبيرة او مش بستهدف سمكة معينة ما فيش اي مشاكل انا استخدم واحد من المدور العادي ده ده هيبقى كفاية جدا بالنسبالي لو انا برمي ومش عايز يحصل توست زيادة عن اللزوم في الخيط او سواء عملية الفايت مع السمكة وانا بطلعها خلاص بعد عملية الصيد الناجحة لو هي بدأت تلف حولي نفسها او يمين او يسار مش هتعمل لي توست زيادة عن اللزوم في الخيط ومش هيعطلني بعد كده ان انا اقعد افك الخيط من بعضه او يؤثر على جودة الخيط في الصيد في المستقبل اخر جزئية عايز اتكلم عنها هي النوع ده من المدور وده بيكون استخدامه ان هو بيبقى مدور ولكن فيه جزء اعرف قعدين من الخيط زي ما هو واضح هنا كده اتمنى اتمنى يكون ظاهر طيب ده بيبقى استخدامه ايه يا ترى انت باستخدم النوع ده من المدور باستخدمه لما بيكون عايز اخلي فيه وزن الوزن لما يجي استخدمه انا بفضل بالذات في الطعوم الكبيرة اللي بتستهدف الاسماك الكبيرة او في بعض حتى انواع الطعوم اللي ممكن تستهدف اسماك حذرة شوية خلينا نقول زي اللي سبيتي وغيرها وهنتكلم في المستقبل عن انواع الاسماك واستهدافها بشكل ادق بحيث ان احنا نبقى فاهمين كل سمكة طباعها ازاي ممكن تأثر علي انا في استخدام معدات الصيد لما تيجي تستهدف سمكة كبيرة او حذرة خلينا نقول زي اسماك اللي سبيتي الافضل ان التقل بتاعك او الويت او البلود ما يبقاش ثابت على الخيط بحيث ان السمكة هي بتاكل الطعم ما تحسش بالوزن بتاع التقل اللي انت حطه او الويت بتاعك هنا الخيط الرئيسي بيعدي من النص بيعدي بالشكل ده كده وبالتالي الطعم بيقى موجود السمكة ممكن تاخده وتمشي به معندهاش اي مانع والتقل مثبت في مكانه وبيسمح للسمك انها تاكل براحتها بدون ما تحس ان فيه شيء عمل لها اعاقة او مسبب لها وزن في خلال عملية اكل الطعم واحيانا بيكون له استخدام مع الطعوم الحية لو بستخدم اسماك ممكن تدخل مني في الصخر مثلا فان عايزة سبتهم في مكان معين بستخدم هذا النوع بحيث ان ادي للسمكة متر او متر ونص تلعب فيهم براحتها بدون ما سمح لها انها تدخل جوه الصخور وتبعد عن فرصة ان سمكة كبيرة تشوفها وتفترسها ده كده كان ببساطة موضوع المدور او السويفل واختاره على اساس ايه وفي الحلقة الجاية هنتكلم على السناب وامتى بستخدمه وانواع السناب وهيكون مرتبط بشكل رئيسي بمعلومات هذه الحلقة فشكرا لكم